استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر مقطع مصور نشره بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعليم والذي يوافق الرابع والعشرين من يناير من كل عام بهدى الدولة للارتقاء بالتعليم في مصر وتحت عنوان الاستثمار في الناس وتصدير أولوية التعليم شعار الاحتفالية اليوم الدولي للتعليم لعام 2023 استعرض المركز مجالات التطوير التي قامت بها الدولة في التعليم عبر ثلاثة محاور أولها يتعلق بالمدارس والبناء التحتية حيث اهتمت مصر بتطوير المدارس وتنويع طرق تدريس بها مواكبة لتطورات العالمية حيث وصل عدد المدارس اليابانية في مصر الآن إلى 51 مدرسة و43 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية وتسعة عشرة مدرسة للمتفوقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة